بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي الطلاب إن شاء الله نبتدي مع بعض الجزء الثامن من الفصل الثاني لمقاره هندسة البرمجيات في الجزء ده جماعة نتكلم عن software validation والمقصود بكلمة validation هي التحقق من أن البرنامج يعطي الهدف المرجو منه يعني إيه؟ يعني البرنامج ده حقق الهدف بتاعنا؟ هل فعلا حقق المتطلبات المستخدم محتاجها؟ هدي مقصود بكلمة verification and validation إيه؟ نقول بقى مع بعض software validation هل تحقق المطلوب؟ معاي؟ التأكد من التحقق المطلوب مش كده؟ زي ميقول مع بعض كلمة verification and validation اللي هي V and V is intended to choose that system conformance to its specification يعني خلاص بيحقق المطلوب منه وإن هو فعلا المطلوب منه تم تحققه طب ال specification ده من اللي حددها يا جماعة؟ ها فاكر من اللي حددها؟ أيوا فعلا الكاستومر العميل مش كده؟ طب and demeat إيه بقى ها؟ and demeat the requirements of the system customer وبيحقق متطلبات إيه؟ العميل جميل إذن في إيه؟ verification في تأكد من صحة المطلوبات ما تحققها؟ لا مش كده؟ وبنقول الكلام ده إيه بقى جماعة؟ بنقول إن هذه العملية بتدور في محور إيه؟ التستينج أيوا بنختبر البرنامج عملية الفحص وعملية الشيكينج هل تم تحديد المواصفاته؟ لا بنسميها إيه يا جماعة؟ بنسميها تستينج أو اختبار معا يا جماعة؟ طيب أثناء عملية الاختبار بقى بنتحقق من حاجة يا جماعة إيه هي؟ إن الـ specification أو المواصفات المطلوبة من وجهة نظر العميل تم فعلا تحققها في البرنامج ويتم الاختبار على داتة حقيقية يعني بنبدأ ندخل داتة حقيقية بقى للمسلا المؤسسة اللي احنا بنعمل لها المنظام ونشوف الأوبوت بتاع البرنامج هل ده اللي طلعه فعلا البرنامج اللي طلعه ده هل يحقق متطلبات العميل ولا ده؟ ما يا جماعة؟ إذن في الحالة ديه بنحدد مع بعض ها؟ وأثناء الاختبار بحالة دراسية بداتة حقيقية بنسمها إيه بقى؟ Real Data معا؟ جميل وإيه كمان يا جماعة بنقول مع بعض إن الاختبار ده هو التستنج من أهم مراحل verification and validation والتستنج is the most commonly used في verification and validation طبعا يتم إيه ها؟ يتم استخدامه بصورة مهمة جدا في المرحلة ديه تعال نشوف مع بعض كده شكل بيقول إيه؟ بيقول إن أنا بعمل تستنج للكمبوننت الأول للمكونات الأساسية الأول في الهيكل العام للستركشور العام ممكن تكون شاشة فيها مبموعة من الكمبوننت من التكست مثلا من البوكسز وهكذا إذن فيه كمبوننت بتبقى موجودة محددة في الشاشة بقدر عمل لها تستنج الأول واشوف هل فعلا قدت مهمتها كل كمبوننت أدى مهمته ولا لا؟ طيب لما أنت تختبر إن كل كمبوننت أدى مهمته في الحالة ديه بتلاقي نفسك بتختبر الشاشة كلها على بعضها بتلاقي نفسك بتختبر كمان إيه ها؟ صحيح بتختبر البرنامج كله على بعضه إذن بعد ما بعمل تستنج للكمبوننت بعمل بقى يبقى كده بعمل تستنج لمين؟ للسيستم كله وفي الآخر بقدر أقول بقى هل السيستم أكسبتد ولا لا؟ طبعا لو السيستم أكسبتد أوكي لو مش أكسبتد بيرجع تاني بعمل كمبوننت تستنج وسيستم تستنج وهكذا حتى يتم عملية الإيه؟ عملية الأكسبتنس حتى يتم كبول البرنامج وكبوله بمعنى إيه يا جماعة؟ كبوله بمعنى إن التستر أو المختبط تحقق من وجود متطلبات المستخدم فين؟ في البرنامج السلام عليكم ورحمة الله وبركاته